أبدأ طلبة الثانوية العامة ارتياحهم حيال اختبار مفحث تاريخ الأردن الذي تقدم له حيث كان تعليق الطلبة من دكور وإناث على أسئلة المبحث جميعها إيجابية ولم تذكر أي ملاحظات سلبية كانت كتير سهلة وكانت كلها عبارة عن رؤوس أخلام الأجوبة كان كل شيء بسيط فيها وكان من ضمن المتوقع برضو الأسئلة فقط كان تمام كفاية وزيادة الحمد لله تمام أوراق نقاشية والله ما نعرف جابوا سؤالين على أوراق واحدة عدد الأسئلة ممتاز يعني قليلة أحسن من الدورة اللي راحت خمسة معروفة الأسئلة يكون دائما خمسة أنا بقول لك أهلو قد كفا وزيادة الحمد لله تمام اللي دارس يعني بيجاوب ما شك لا عادي يعني كويس الحمد لله تمام سهلة متوسطة مش سهلة يعني كمدة متهانة يعني كويسة وللأسئلة الحمد لله متوسطة أجت مش طابة كثير ولا سهلة كثير يعني الدرس من جاه ومع انتهاء اختبار مبحث تاريخ الأردن لم يبقى إلا القليل للطلبة للانتهاء من اختبارات الثانوية العامة ويبقى هناك سؤال مطروح لماذا هذا الاختلاف لدى واضعي الأسئلة لهذا العام في نمط أسئلة التوجيه في حالة لم يشهد التوجيه خلال الأعوام الماضية أسامة بليبلي الحقيقة الدولية